واجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار العمل على تحقيق الانضباط المالي للموازنة العامة مع اعتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن الحفاظ على المصاري المالي والاقتصادي الآمن للدولة في هذا الخصوص جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معايت وزير المالية والسيد أحمد كوجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماعات تناول متابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة للدولة وقد تم في هذا الإطار عرض أهم النتائج المالية للفترة من يوليو 2021 إلى مارس 2022 والتي شهدت تحسنا ملموسا مقارنة بنفس الفترة خلال العام المالي الماضي حيث انخفضت نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي إلى أربعة وتسعة من عشر في المائة وارتفعت الحصيلة الضريبية بنسبة اثنائية عشر وثمانية من عشر في المائة فضلا عن الحفاظ على تحقيق الموازنة لفائد أولي وهي المؤشرات التي تحققت على الرغم من ارتفاع مخصصات كافة أبواب المصروفات بشكل كبير لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لقطاعات الدولة خلال الفترة الماضية حيث تم على سبيل المثال توفير نحو أربعة وثمانين مليار جنيه لقطاع الصحة بنسبة نمو سنوي حوالي أربعة وعشرين في المائة كما تم زيادة نسبة مخصصات لاستثمارات الحكومية بشكل كبير متضمنة سدد ثمانين مليار جنيه لصالح مبادرة حياة كريمة وكذا ستة عشر مليار جنيه تم إتاحتها للدعم النقدي لمبادرة تكافل وكرامة بنسبة نمو سنوي ثلاثة وعشرين في المائة فضلا عن قيام خزانة الدولة بسداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات والتي بلغت مائة وخمسة وثلاثين مليار جنيه إلى جانب توفير كافة احتياجات دعم السلع الغذائية بقيمة خمسين مليار جنيه وقد وجه السيد الرئيس باستمرار العمل على تحقيق الانضباط المالي للموازنة العامة مع اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن الحفاظ على المصاري المالي والاقتصادي الآمن للدولة في هذا الخصوص كما استعرض الدكتور محمد معيط أبرز نتائج زيارة وفد وزارة المالية إلى واشنطن مؤخرا لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقل الدولي والتي شهدت مقابلة الوفد للعديد من المسؤولين الحكوميين والخبراء الماليين والاقتصاديين على مستوى العالم مشيرا إلى أن صندوق النقل الدولي قم برفع تقديراته لنمو الناتج المحلي في مصر بنهاية العام المالي الحالي إلى خمسة وتسعة من عشر في المئة خاصة في ضوء تثبيت المؤسسات المالية الدولية للتصنيف الاقتماني وكذلك النظر المستقبلية للاقتصاد المصري على الرغم من كل التحديات العالمية حيث أشد الصندوق بحزمة الحماية الاجتماعية التي اتخذتها الدولة لمواجهة التداعيات الاقتصادية المترتبة على الأزمة الروسية الأوكرانية كما أكد الصندوق على الدعم الكامل لمصر لاستكمال منظومة الإصلاح الاقتصادي وفيما يتعلق بتقديرات مؤشرات الأداء للعام المالي 2021-2022 بالكامل أوضح السيد وزير المالية أنه من المتوقع أن يتم تحقيق فائد أولي قدره 91 مليار جنيه فضلا عن خفض نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 6.2% وكذا توقع وصول دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي إلى نحو 85% وأضف المتحدث الرسمي أن الاجتماعات تناول كذلك متابعة جهود وزارة المالية للتحول الرقمي في جميع التعاملات والخدمات الحكومية والتحول إلى المعاملات غير النقضية فضلا عن خطوات تطوير وميكانة مصلحة الضرائب وكذلك ميكانة المنظومة الجمركية وفي هذا الإطار وجه السيد الرئيس بالإسرع بالخطوات التنفيذية من قبل الحكومة لتطبيق التحول الرقمي والشمول المالي بما يساهم في رفع الأداء المالي للدولة بصفة عامة وكذلك التيسير على المواطنين وفي ذات السياق تعزيز جهود تحديث الإجراءات الضريبية واستخدام الميكانة والنظم الإلكترونية المتطورة بما يساهم في تحسين مناخ ممارسة الأعمال وتشجيع النشاط الاقتصادي فضلا عن ضمان تحصيل إرادات الدولة ومستحقاتها بشكل كامل وضقيق لصالح الاقتصاد القومي من خلال حصر الاقتصاد غير الرسمي وذلك اتصاقا مع تحقيق مبدأ الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة على النحو الأمثل كما وجه السيد الرئيس في ذات السياق بالانتهاء من ميكانة المرتبات وضرائف كسب العمل لكافة أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية بنهاية العام المالي الحالي فضلا عن سرعة الانتهاء من تطبيق مشروع رد ضريبة القيمة المضافة للسائحين بهدف تشجيع سياحة التسوق في مصر على أن تكون بداية التطبيق في مدينتي شرم الشيخ والقاهرة وقد اطلع السيد الرئيس أيضا على مستجدات تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني للمستهلكين والتي بدأت تطبيقها بشكل تجريبي منذ الخامس عشر من أبريل الجاري على أن يبدأ التطبيق الإلزامي في مطلع شهر يوليو القادم كما تم كذلك عرض تطورات تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية حيث تخطى على المسجلين على المنظومة أكثر من سبعين ألفا كما تم تسجيل ما يزيد عن مائتي وعشر مليون فاتورة وتم أيضا استعراض الموقف التنفيذي لميكنة الإجراءات الضريبية والنتائج التي حققتها المأموريات الضريبية التي شهدت تفعيل منظومة الميكنة بها حيث وصل معدل النمو في إقرارات الدخل للأفراد إلى حوالي ثمانية عشر في المائة نتيجة لتقنية البيانات والمتابعة وأعمال الميكنة وتابع السيد الرئيس كذلك جهود ميكنة المنظومة الجمركية والالتزام بالمعايير الدولية للبضائع المستوردة من خلال تنفيذ نظام التسجيل المسبق للشحنات بشكل إلكتروني كامل بدءا من مطلع الشهر الجاري موجها سيادته بالإسراء في استكمال الجهود التي تؤدي إلى خفض زمن الإفراج الجمركية ترجمة نانسي قنقر